اهلا بكم اعزائي طلاب الصف الثالث السنوي في درس جديد من دروس مادة الاحياء النهاردة هندرس موضوع مهم خالص هو الهندسة الوراثية التكنولوجيا الجزائية والهندسة الوراثية هناك عدة تقنيات للهندسة الوراثية هندرس منها تهجين الحمض النووي انزيمات القصر استنساخ ZNA وتطبيقات DNA معادل اتحاد اهم انجازات التكنولوجيا الجزائية او الهندسة الوراثية في الحقيقة ادى تقدم في معرفة تركيب الجين وعلم الجينات وكيفية تخريق البروتين الى امكانية عزل جين مرغوب فيه وتكوين ملايين النسخ منه داخل الخلية البكتيرية او خلية الخميرة تحليل اي جين لمعرفة التتابع النيوكلتيدات فيه اجراء مقارنة بين تركيب جينات نفس الفرد او جينات افراد مختلفة معرفة تتابع الاحماض الامينية في اي بروتين من خلال معرفة تتابع النيوكلتيدات فيه الجين وايضا نقل جينات وظيفية من خلايا الى خلايا اخرى نباتية او حيوانية بناء جزيئات دي ان اي حسب الطلب ففي عام 1979 قام العالم خورانة بانتاج جين صناعي وادخاله الى داخل خلية بكتيرية انتاج شرائط قصيرة من دي ان اي تحتوي على تتابع النيوكلتيدات الذي نرغب فيه عن طريق برمجة النظم الجينية الموجودة في العديد من المعامل استخدام دي ان اي المعد صناعيا في تجارب تخليق البروتين واخيرا معرفة تأثير الاحماض الامينية على وظيفة البروتين عن طريق تغيير الشفرة لاستبدال حمض اميني بحمض اميني اخر كل دي كانت مجالات استخدام التقنيات الحديثة في تكنولوجيا الهندسة الورصية ناخد اول موضوع في تقنيات التكنولوجيا الجزيئية وهو تهجين الحمض النووي الاساس العلمي لموضوع تهجين الحمض النووي دي ان اي انه عند رفع درجة حرارة جزيء دي ان اي الى 100 درجة مقوية تنكسر الروابط الهايدروجينية التي تربط القواعد النيتروجينية في شريطي اللولب المزدوج ويتكون شريطان مفردان غير سابتين وعند خفض درجة الحرارة تتزاوج الاشرطة المفردة ببعضها لتكوين لولب مزدوج من جديد حيث انها تميل الى الوصول لحالة السبات يبقى الفكرة كلها انه لما بنسخن جزيء دي ان اي التسخين لدرجة 100 درجة مقوية ده بيعمل على كسر الروابط الهايدروجينية بين القواعد النيتروجينية في اللولب المزدوج وبالتالي بنحصل على شريطين منفصلين في حالة رفع الحرارة اما بعد خفض الحرارة فبيلجأ كل شريط الى انه يجد النيوكلتدات المقابلة لتزاوج النيوكلتدات عشان يكون من جديد شريط مزدوج فاي شريطين مفردين من دي ان اي او ار ان اي يمكنهما تكوين شريط مزدوج اذا وجد بينهما تتابعات ولو قصيرة من القواعد المتكملة تتوقف شدة الالتصاق بين الشريطين على درجة التكامل بين تتابعات قواعدهما النيتروجينية ويمكن قياس شدة الالتصاق بين الشريطين بمقدار الحرارة اللازمة لفصل الشريطين عن بعض مرة اخرى كلما زادت درجة الحرارة اللازمة لفصل الشريطين دل ذلك على شدة الالتصاق بينهما وهذا معناه ان هناك تكامل اكبر بين القواعد النيتروجينية ويمكن استخدام قدرة الشريط المفرد دي ان اي او ار ان اي على الالتصاق طويلا في انتاج لولب مزدوج هاجين كيفية تكوين دي ان اي المهجن انا اتبع خطوات انتاج لولب مزدوج هاجين من دي ان اي بيتم مزج احماض نووية من مصدرين مختلفين يعني نوعين مختلفين من الكائنات الحية ترفع درجة الحرارة للمزيج الى 100 درجة مقوية وطبعا في الحالة دي على طول هنحصل على اشرتها مفردة من الدي ان اي وزي ما احنا شايفين قدامنا عندنا دي ان اي من مصدرين مختلفين وتم رفع درجة حرارتهم فكل واحد فيهم حصل انفصال للشريطين وبالتالي هنحصل على اشرتها مفردة من الدي ان اي بيترك الخليط اليبرد فيحدث ازدواج للقواعد النيتروجينية المتكملة بين الشريطين فتتكون بعض اللوالب المزدوجة الاصلية بالاضافة الى عدد من اللوالب المزدوجة المهجنة التي اتكون كل منها من شريط من كلا المصدرين زي ما احنا شايفين في المخطط اللي واضح قدامنا استخدامات دي ان اي المهجن اولا الكشف عن وجود جين معين وتحديد كميته داخل المحتوى الجيني لعينه ما ويتم ذلك بالخطوات الآتية بيحضر شريط مفرد لتتابعات النيكليكي دات يتكامل مع احد اشرتة الجين محل الدراسة وذلك باستخدام نظائر مشعة حتى يسهل التعرف عليه بعد ذلك بمعنى ان الشريط اللي انا باستخدمه بيكون يحتوي على نظائر مشعة يخلط هذا الشريط مع العينة غير المعروفة وترفع درجة الحرارة الى 100 درجة مئوية ثم يترك الخليط اليبرد بهدف الحصول على دي ان اي هجين يعني معناها ان احد الشريطين طبيعي والشريط المتكامل معه صناعي مشعة نستدل على وجود الجين وكميته في الخليط بالسرعة التي تتكون بها اللوالب المزدوجة المشعة ثاني استخدام لدي ان اي الهجين هو تحديد العلاقة التطورية بين الانواع المختلفة كلما تشابه تتابع اليوكلتدات للدي ان اي بين النوعين من الكائنات الحية وزادت درجة التهجين بينهما كلما كانت العلاقة التطورية بينهما اقرب ثاني تقنية هندرسها النهاردة هي انزيمات القطع او القصر البكتيرية ساد الاعتقاد بان الفيروسات التي تنمو داخل سلالات معينة من بكتيريا ايشريشيا كولاي او اي كولاي يقتصر نموها على هذه السلالة فقط وارجع العلماء عدم موجود هذه الفيروسات داخل سلالات اخرى من البكتيريا الى ان هذه السلالات تكون انزيمات تتعرف على مواقع معينة على دي ان اي الفيروسي الغريب وتهدمه يعني تقطعه الى قطع عديمة القيمة واطلق على هذه الانزيمات اسم انزيمات القصر البكتيرية وقد اتضح ان انزيمات القصر تكون منتشرة في الكائنات الدقيقة حيث تم فصل ما يزيد عن 250 نوع من هذه الانزيمات من سلالات بكتيرية مختلفة ايه هي انزيمات القصر؟ هي انزيمات بكتيرية يعني بتنتجها البكتيريا تتعرف على مواقع معينة على جزء الدي ان اي الفيروسي بحيث ان هذه البكتيريا لما بتصاب بفيروس لما الفيروس بيدخل جواها طبعا اللي بيدخل جوا خليل بكتيرية هو المحتوى الجيني بتاع الفيروس طيب في الحالة دي البكتيريا بتكون انزيمات علشان تتعرف على الدي ان اي اللي دخل لها الغريب ده وبتتعرف فيه على تتابعات معينة من النكلي تبدأت ولما بتتعرف على هذه التتابعات بنسميها اماكن التعرف بتبتدي عملية قص او قطع الدي ان اي الفيروسي الى قطع عديمة الفيروس والصورة هنا بتوضح لنا ان الدي ان اي الفيروسي اللي دخل البكتيريا بتتجي البكتيريا تفرز انزيمات القصر وانزيمات القصر بتدور على تتابعات معينة تتعرف بيها او من خلالها على الدي ان اي الفيروسي لماذا لا تهاجم هذه الانزيمات الدي ان اي الخاص بالخلية البكتيريا نفسها بما ان البكتيريا بتطلع انزيم يقطع الدي ان اي الى قطع عديمة الفائدة فليه هذا الانزيم ما يقطعش الدي ان اي الخاص بالبكتيريا نفسها لان البكتيريا التي تحتوي على انزيمات القصر تكون انزيمات معدلة تقوم باضافة مجموعة ميثايل CH3 الى نيوكلتيدات في مواقع جزيء دي ان اي البكتيري التي تتماثل مع مواقع التعرف على الفيروس يعني الانزيمات اللي هي مفروض تتعرف على الدي ان اي الفيروسي هتقطع الدي ان اي للفيروس لكن مش هتقطع الدي ان اي بتاع البكتيريا ده لانها بتفرز انزيمات معدلة بتضيف مجموعة الميثايل لاماكن التعرف اللي عندها في الدي ان اي الخاص بيها وبالتالي انزيم القطع لا يرى مواقع التعرف وهذا يجعل الدي ان اي البكتيري مقاوما لتأثير هذه الانزيمات وبذلك تحافظ الخليل البكتيرية على مادتها الوراثية الدي ان اي الخاص بيها من التحلل بفعل انزيمات القصر اللي هي اصلا بتنتجه كيفية عمل انزيمات القصر زي ما قلنا بتعرف كل انزيم من انزيمات القصر على تتابع معين لنيوكلتدات بشريطي الدي ان اي والمواقع التعرف دي مكونة من 4 ل7 نيوكلتدات بيسمى موقع التعرف نعرف يعني ايه موقع التعرف هو تتابع معين مكون من 4 ل7 نيوكلتدات بشريطي الدي ان ايه يتعرف عليه انزيم القصر فيقص جزيء دي ان ايه عنده او بالقرب منه ويكون تتابع القواعد النيتروجينية على احد الشريطين هو نفس تتابع على الشريط الاخر ولكن في الاتجاه المعكس يقص الانزيم جزيء دي ان ايه عند او بالقرب من موقع التعرف بحيث يكون تتابع القواعد النيتروجينية على شريطي دي ان ايه عند موقع القطع هو نفسه عندما يقرأ التتابع على كل شريط في اتجاه 3 ولكل انزيم قصر القدرة على قطع جزيء دي ان ايه بغض النظر عن مصدره فيروسي او بكتيري او نباتي او حيواني مدام هذا الجزء يحتوي على نسخة او اكتر من تتابعات التعرف وده تتابع على سبيل المثال بتكون من c-t-t-a-a-g وعلى الجهة الاخرى في الاتجاه المعكس c-t-t-a-a-g هو نفس التتابع وفي الاتجاه المعكس يعني بيقرأ في نفس الاتجاه لكن باما ان الشريطين وضعهم عكس بعض فبالتالي بنقراها في الاتجاه المعكس يجي انزيم القطع يقص ما بين ال-a وال-g في كل الشريطين ويترك لي الاطراف زي ما قلنا الاطراف اللاسقة اهمية انزيمات القصر بتوفر انزيمات القصر وسيلة لقص dna الى قطع معلومة النيوكلتيدات تارك اطراف لاسقة متكملة اللي هي اطراف مائلة مفردة الشريط يمكن لقواعدها ان تتزاوج مع قواعد اطراف لاسقة لشريط dna اخر ثم تم معاملته بنفس انزيمات القصر ثم يتم ربطهما معا الى شريط واحد بواسطة انزيم الرا وبهذه الطريقة يمكن لصق قطعة معينة من جزيء dna بقطعة اخرى من جزيء dna اخر وبرضو نفس الصورة بتوضح ان احنا عملنا جزيئين من dna بنفس انزيم القطع وبالتالي حصل تكون اطراف لاسقة متكملة من الجزيئين بحيث ان حصل التكامل بينهم وبالتالي اصبح في عملية لصق للاجزاء اللاصقة من كل شريطين الحقيقة التقنية دي مهمة جدا وحنستخدمها في باقي التقنيات في عملية استنساخ dna ودلوقتي معادنا مع مجموعة من الاسائل تعتمد عملية تهجين dna على وجود شريطين من dna بهم نفس تكابع من النيوكلتدات ولا شريط من dna واخر من rna بها نفس تتابع من النيوكلتدات ولا شريطين من dna لهم نفس الطول ولا قواعد نيتروجينية متكملة طبعا لازم يكون في قواعد نيتروجينية متكملة عشان يحصل الالتصاق اي الكائنات التالية تكون اشرة dna لها اكثر تكاملا عند خفض درجة الحرارة في حالة خلطها معا الدفدع الهايدرا سبيروجايرة بعودة الانوفلس ولا حشرة المن طبعا اللي هيحصل بينهم تكامل في الاشريطة ده معناها هم الاقرب من الناحية التطورية هل هم واحد واثنين ولا اثنين وثلاثة ولا اربعة وخمسة ولا اثنين واربعة طبعا اربعة وخمسة علشان هم الاثنين من فصيلة الحشرات وبالتالي هم الاثنين الاقرب ليحدوث التكامل بين dna لهما فيما تختلف المادة الوراثية للفيروسات ذات المعدل المرتفع لحدوث التفارات عن المادة الوراثية لخلية عائلها المادة الوراثية لهذه الفيروسات لا يمكن تهجنها المادة الوراثية لهذه الفيروسات تكون تكون بروتينات من اربع انواع من الاحماض الامينية المادة الوراثية لخلية العائل تكون بروتينات من 20 نوع من الأحماض الأمينية ولا المادة الوراثية لهذه الفيروسات توجد في صورة شريط مفرد تمام هي المادة الوراثية لهذه الفيروسات توجد في صورة شريط مفرد في تطبيقات الهندسة الوراثية أي من ما يلي يمكن استخدامه في كسر الروابط التساهمية في هيكل سكر فوسفات في جزء الـ DNA هل إنزيم اللولب ولا البيئة المائية بالخلية ولا رفع درجة الحرارة إلى جيد درجة ولا إنزيمات القصر طبعا الإجابة هي إنزيمات القصر أي الإنزيمات التالية أكثر تخصصا في فصل أنواع النيوكليتدات المتكاملة عن بعضها إنزيم القصر ولا إنزيم تاك بوليماريز ولا الإنزيمات المعدلة ولا إنزيم اللولب تمام هو إنزيم اللولب عندما تصاب بعض الثلالات من البكتيريا بفيروس فإنها تنتج إنزيمات قصر ثم إنزيمات ربط إنزيمات معدلة ثم إنزيمات بلمرة ولا إنزيمات معدلة ثم إنزيمات قصر ولا إنزيمات قصر ثم إنزيمات معدلة طبعا أكيد هتحمي نفسها الأول قبل ما تنتج إنزيمات القصر وبالتالي الإنزيمات المعدلة بتنتج الأول ثم إنزيمات القصر وكده عزيزي نكون ننتهينا من درس النهاردة وإلى اللقاء في الدرس القادم شكرا